أهلا بكم ونقلب معكم عددا من ملفات الحرة الليلة ونبدأ بالجهود الأمريكية المتسارعة ومحاولات تعزيز استقرار وأمن الطاقة على الصعيد العالمي على استضافة رئيس الأمريكي جو بايد اليوم منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ دليل على تلك الجهود ومحاولات القيادة الأمريكية لتحفيز الإجراءات التي تعزز أمن الطاقة وتعزز الأمن الغذائي العالمي وتعالج أزمة المناخ فكيف ستساهم الجهود الأمريكية في استقرار وتعزيز أمن الطاقة العالمي وهل من خطط واضحة لهذا الاجتماع للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الطاقة إن الاعتداء الروسي الوحشي وغير المبرر على جارتها أوكرانيا أجج أزمة الطاقة العالمية وولد الحاجة إلى تحقيق أمن واستقرار طاقوي موثوق به على المدى الطويل ومع الحرب الروسية التي تتسبب في رفع معدل التضخم في العالم وتهدد الدول الضعيفة بنقص فادح في الغداء علينا أن نعمل معا لمعالجة التداعيات الآنية لهذه الأزمة في الولايات المتحدة أستخدم كل الوسائل المتاحة لخفض الأسعار للأمريكيين وبلداننا تعمل معا من أجل استقرار سوق الطاقة العالمية بما في ذلك تنسيق الإفراج الأكبر في التاريخ من احتياطات النفط العالمية مع ارتفاع مستوى التضخم وأسعار الغذاء عالميا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفع متوسط سعر البنزين في العالم إلى دولار واربعة واربعين سنة للتر بحسب موقع جلوبال بيترو برايس تصدرت المغرب دول العربية بأعلى سعر للبنزين للتر الواحد ليتجاوز دولار وثمانية وستين سنة في يونيو مقارنة بدولار وستة واربعين سنة في مارس الماضي أي بزيادة قلبت خمسة عشرة في المئة وجاءت الأردن في المركز الثاني حيث ارتفع فيه أسعار البنزين بشكل متزايد خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر البنزين إلى دولار وثمانية وستين سنة في منتصف يونيو تلال أردن لبنان بسعر دولار واثنين واربعين سنة للتر في البنزين ثم السودان في المركز الرابع عربيا بعد أن ارتفع سعر البنزين لأكثر من ثلاثة وثلاثين في المئة ليصل إلى دولار وستة وعشرين سنة أما في الإمارات فشهدت زيادة في سعر البنزين من أربعة وثمانين سنة إلى أكثر من دولار للتر الواحد أي بزيادة بلغت تسعة وعشرين في المئة أما تونس وعمان والسعودية وقطر والكويت والعراق ومصر والجزائر وليبيا وسوريا فشهدت زيادة محدودة في أسعار البنزين وللمزيد من النقاش والحديث على هذا الملف تنضم إلينا من واشنطن لوري واتكانز مستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وتنضم كذلك إلينا من ميرلند سارة فاكشوري رئيسة شركة SVP Energy International أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك لوري فيما تعلق بما طرح اليوم في هذه القمة من مبادرات من الولايات المتحدة إلى أي مدى هي قادرة على حل الأزمة في مدى قريب بحياتي لك وللمشاهدين وشكرا على صدافتكم هناك فرصة كبيرة أمام الولايات المتحدة ورئيس بايدون ليقود تلك الجهود بشكل يستند على أعطاء الأولوية للمناخ والطاقة أعتقد أن مناقشات مجموعة سبعة ستكون مهمة أيضا في التنافس مع الصين فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد والأزمة الطاقة التي تتسبب في كثير من التلوث الولايات المتحدة تحاول ليس فقط أن تتقي في واجه الصين ولكن الآخرين أيضا رئيس بايدون قال أنه الإطلاق الكبير للاحتياطات النفط سيحاول تخفيض أسعار النفط في الولايات المتحدة وهنا أسعار بنزين أكثر من خمسة دولارات للجالون وهو أعلى من السعر المعتاد ولكن نأمل أن خطط اليوم لإعادة البناء بشكل أفضل نعتقد أنه مشروع جديد لإعادة البنية التحتية والأمن الغذائي والسيطرة على أسعار الغذاء والنفط وأيضا التضخم كل هذه المشاكل تحدث عنها اليوم سنعود إلى ذلك بالتفصيل معك لوري لكن نذهب إلى سارة سارة عامل الوقت والسرعة في تنفيذ هذه الخطة كيف يؤثران حتى الآن طبع هذا سيكون له تأثير إيجابي ولكن مدى قصير الموضوع هو موضوع العرض والإمدادات الإمدادات الفعلية لن تجلب إلى الأسواق من خلال فقط قيام الزعماء أو الرؤساء بالاجتماع فقط هنا لدينا مشكلة ليس فقط الافتقار إلى النفط الخام ولكن أيضا الافتقار إلى المصافي مصافي النفط الولايات المتحدة كانت تستورد كمية كبيرة من البنزين من روسيا إذن هذا تحدي بالتأكيد وكل هذه المبادرات والاجتماعات هامة ولكن الإجابة على سؤالك على المدرق قصير لن يكون لديها تأثير فوري ما لم تقوم أو تتفق كل الدول على إطلاق ما لديها من احتياطات والدولة الوحيدة التي لديها فائض هي الصين فإذا لم توافق الصين على تعليق الامدادات فستكون لدينا الأزمة قائمة خاصة أن هناك إغلاق لا يزال موجود في الصين أعود إليك لوري ما جرى في الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها في ملف الطاقة كيف أثر على خطط إدارة رئيس بايدن فيما تعلق بالانتقال إلى الطاقة البديلة؟ زميلتي تحدثت عن أمن الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والمشكلة التي تسببت بسبب ذلك ولكن أريد أن أتحدث عن الغذاء لو سمحت لي وكيف يؤثر ذلك على العالم هناك أزمة جوع عالمية بمستويات لم نراها من قبل ربما هي أسوأ أزمة وأن هذه هي مجرد البداية حتى قبل الحرب في أوكرانيا كان هناك مشاكل ونزاعات وكوفيد وكل هذا أدى إلى وجود أكثر من 190 مليون شخص في حالة جوع شديد الآن هناك افتقار إلى الأسمدة الكثير من الدول تعتمد على روسيا أوكرانيا للحصول على الأسمدة حوالي 28% تقوم بإنتاجها الدولتين فحتى إذا قمت بإغلاق هذا المورد ولم تستطيع التوفير الغذاء والآن المزارعون يحتاجون إلى وضع الأسمدة للحصاد العام القادم بدون الحصول على هذه الأسمدة ووضعها في الأرض نحن نتحدث على أكثر من مليار شخص ستأثر بذلك بسبب الأسمدة والأسواق التي تسيطر عليها أوكرانيا وروسيا هذه أزمة سيئة للغاية نحن قلقون حول النساء والبنات والضغط الذي يقع عليهن لأن أكثر من 90% منهن هم من يقومون بالطبخ والطهي والإعداد الطعام وبالتالي هم سيكون آخر من يأكل وآخر من يحصل على الطعام وسيكون هناك مشكلة كبيرة تواجهن لأنهم سيحاولن إطعام أبناءهن وأزواجهن وعلى حساب أنفسهن فهذا هو ما نراه على أزمة الغذاء التي ستكون لها عواقب وخيمة وطويلة الأمد ليست فقط هنا بل في جميع الحال العالم سأرى جوز مهم مما أثرته لوري فيما يخص مسألة الأسمدة له علاقة بالغاز الذي يستخدم في هذه الصناعة حجم تثير الذي ترينه حتى الآن في هذه الأزمة وإمكانية حلها على المدى القليل الأسمدة كانت لها تأثير كبير حول العالم وما ذكرته ضيفة هو أمر هام يتعلق بالأمن الغذاء ولكن أزمة الأسمدة بدأت حتى قبل الحرب لأنه عندما ترتفع أسعار الغاز الطبيعي العام الماضي الكثير من المصانع الأسمدة في أوروبا بدأت في إغلاق أبوابها أو تخفيض إنتاجها وهذا فاقم تفاقم الوضع بسبب أزمة التقف في أوروبا والغزو الروسي ولكن نحن إذا كنا نبحث عن حل سريع هناك دول مثل إيران مثلا لديها أكبر أو أثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي بعد روسيا وبيلاروس أيضا تنتج الكثير من الأسمدة المطلوبة المطلوبة ليس فقط في الغذاء ولكن الأشياء أخرى وهذه الدولتين تقعان تحت عقوبات أمريكية وبالتالي ستكون هناك صعوبات في توفير الأسمدة منهما إذن هناك كثير من المزايا في الاجتماعات التي نأمل نأمل أن الرئيس بايدن سيؤمنها حول العالم للبحث في ما هو موجود من احتياطات وعين هي طبعا الأولوية في وجود الغاز الطبيعي هي إنتاج الكهرباء مع اقتراب الموسم الشتاء وبالتالي صناعات مثل مصانع الأسمدة ستتأثر من خلال ارتفاع أسعار الغاز إذن هناك أزمة الغاز الطبيعة وربما لابد من الدخول في الاحتياطات التي لم يتوصل العالم الوصول إليها حتى الآن أنا لست سياسية هذا أمر سيقرره السياسيون ولكن نحن الآن نتحدث عن أين هي الدول التي لديها الأسمدة من بين ما طرح رئيس الأمريكي في كلمته أمام المنتدى هو مسألة كسر الاعتماد على أسواق النفط وأسعارها المتقلبة كيف سيحدث ذلك هذا جزء من إعادة بناء العالم الذي أشار إليه هذه الخطة التي تحدث عنها اليوم قصة الوظائف الأمريكية أيضا وتشريع الذي تم تمريره منذ شهرين أو بعد شهرين من تنصيبه هذه التشريعات تقدم كميات كبيرة من التمويل الداخلي هنا في الواتف المتحدة أيضا وحول العالم ولكن أنا وجد تحديد بالنسبة لسؤالك لقد سمعت أن الرئيس أعلن اليوم عن استثمارات ضخمة في محطات شحن السيارات الكهربائية هذا أمر ربما المستهلكون لم يشتروا بشكل كبير السيارات الكهربائية ولكن لأنها ربما يشعروا أنه لا يوجد هناك محطات شحن كافية يذهبون إليها هذا سيؤثر على قرارات الشراء من قبل المستهلكين بحيث يقرروا شراء السيارات الكهربائية وفي الولايات المتحدة هدفنا هو أن نكون مستقلين في الطاقة وأن تكون السيارات معظمها أو كلها سيارات كهربائية بحلول 2030 حيث لا يكون هناك انبعات الكربون على الإطلاق هذا خطة موحة أوضحة الرئيس وأوضح كيف يحققها أعتقد أيضا أن هناك فرص للرئيس لتحديد الأمور التي يمكن السيطرة عليها هو لا يستطيع السيطرة على أسعار الغذاء العالمية أو سعر النفط حسب البرميل ولكن يمكن أن يتحكم في بعض الأمور الداخلية هنا في الولايات المتحدة هناك مشكلة مثلا الإسكان والتعليم تكاليفها مرتفعة وانخذاء والرعاية الصحية إذا استطاع التعامل مع هذه الأمور وخفض تكلفة هذه الأمور مثلا مثل أسعار الدواء وأسعار بعض المساكن هذا سيساعد المستهلكين بالتأكيد وربما هذا سيصنع الفارق ويحقق التقدم وإلا كما ذكر الزميلتي الأمر سيستغرق وقت طويل حتى نرى تقدم قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس لوري واتكانس المستشارة السادقة لرئيس الأمريكي الأصباق براكو ومن مارليند دكتور سارا تخشوري رئيسة شركة SPB أنرجي أنترناشنال لإستشارات الطاقة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم